تفقد وزير الدولة محافظ عدن أحمد لملس ومعه مدير مكتب الأشغال العامة والطرق بعدن المهندس وليد الصراري وصندوق النظافة والتحسين قائد راشد سير العمل في كورنيش الشهيد جعفر بمديرية خورمكسر وشلالات العقبة بمديرية المعلة وأكد وزير الدولة اهتمام السلطة المحلية بتأهيل وصيانة المتنفسات والحدائق لما لها من أهمية لدى الأسرة والمجتمع في المدينة مشددا على أهمية الالتزام بتنفيذ المشروعين في الوقت المحدد وفقا لما تضمنته شروط الاتفاقيتين